طبعا مساكم الله بالخير ويعطيكم العافية اليوم بنتكلم عن عملة البرايس بسعر صفر فاصلة ستة صفار اربع واربعين تقريبا برانك اربعة الاف وستمية واربعة وثمونين نحن تكلمنا عنها كثير قبل لكن في مشاكل كثيرة في العملة وهذه المشاكل اللي ادت الى انخفاض البوليوم وخفاض المستثمرين في العملة طبعا مشروع العملة عفوان قوي نرجع ترجعون للفيديوهات السابقة كانت العملة وايد افضل وايد احسن يعني بكل شي بس العملة انا ما عارف شو صار فيها هل هي وعود كاذبة هل يعني ما عارف شو اللي صار وخلى العملة تهبط هذا الهبوط الشرس مع انه قبل كانت العملة في تصاعد قوي جدا لكن نتوقع مشروحها يعني هي يتحدى مشروع اللي هي سولانة وكانت افكارهم جدا محفزة وتطويرية وكان المستثمرين يدخلون فيها اول با اول كان الفوليوم فيها جدا عالي لكن ما عارف شو صار وهبط الفوليوم ممكن كان في مشاريع او كان في وعود انه يطلقون اشياء وما التزموا فيها او بسبب بعض المشاكل في الترانزاكشن يجوز انا الصراحة ما عندي علم بس انا اتكلم يعني شو المشاكل اللي تواجه الجماعة هايلا اللي هم شركة اللي اشتغلو على البلوكشين المهم هذي قناتنا في التليجرام تابعونا بتحصلون رابط القناة اسفل الفيديو يا مرحبا بكم طبعا قبل كنا متكلمين تقريبا تقريبا لو نشوف اه ممكن اه في الفي اثنين وعشرين شهر سبتمبر واحد واحد سبتمبر تقريبا يعني واحد تسعة لو نشوف تقريبا مدة كانت ويت طويلة فهذه الفترة اللي انا تكلمت فيها عن العملة حتى كنت راسب انه العملة خلاص في ترن تقريبا انه راح نشوف حركة طوية بعد هذه الحركة تقريبا خلونا نشيل الفابوناتشي اه وصارت الحركة هاي القوية جدا صار كسر وهبوط العملة من ذاك اليوم والعملة مقادرة تصحح يعني مقادرة ارتفعت شوية هنيه بعدين نتحاول وفشل نزيل العملة شو تحتاج عشان نشوف شكل ايجابي انا طبعا حاط اللي هي شمعة اليوم اللي اصدتكلم بشمعة اليوم مبدئيا حاليا هي استمشي بين المتوسطين المتوسط الاسي خمسين متوسط الاسي ميتين اول نقطة نحتاج اغلاق اعلى المتوسط الاسي ميتين مبدئيا نحتاج اغلاق هني يعني نفس الحالة هاي بعدين نحتاج اختراق الترند لان لوني يشوف دايما تفشل يعني هني 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 خلق اعلى لكن الرد نزل هني فشل هني فشل 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 لكن الترند يهبط يالس يعني يالس يمشي يعني يعطينا فيليوم اقل كل الترند او كل صعود يكون اقل عن الصعود اللي بعده فحاليا اول شي اول شرط نحتاج اغلاق على الترند يعطي اختبار نزيل هذا واحد فبعدين نحتاج بوليوم عالي يعني نفس هالفكرة انه نحتاج اختراق على الترند مجرد ما يخترق عطي اختبار شدي فمهم جدا نحتاج اغلاق يومي فوق الترند لانه مش راضي انه يغلق فوق الترند من تاريخ كم تقريبا تقريبا من اللي هو خمس سبتمبر واليوم تاريخ كم 13 ابريل يعني قرابة الست شهور وهو مقادر يغلق اعلى الترند انا ما قلت اعلى المنطقة هذه اللي هي صفر فاصلة خمسة صفار او خمسة صفار واحد يعني انا ما تكلم عن هالنقطة انا تكلم عن ان يغلق فوق الترند لانه اغلاق اعلى الترند راح يعطي العملة انفجار مفروض يعني انغلاق وعادة اكتبار وشمعة خضرة ثانية انفجار خاصة اذا اغلق او وصل لهذه النقطة واغلق فوقها فبالنسبة لي على الطوب بتوجه للمنطقة هذه اللي صفر فاصلة ستة صفار سبعة صفر يعني مبدئيا مبدئيا اذا انا بدخل الحين اذا انا بدخل بس طبعا انا ما فكرت ان عندي صفقات كثيرة انني انا سدخل فيها فبعد ما راح ازيد صفقاتي صفقات المهم فمبدئيا شذيه بيكون شذيه اوكي يعني اغلاق ادنى الخط الاصفر هذا نسكر نبيع نطلع يعني حتى ما نكمل حتى شذيه بيكون طبعا خط الاصفر اللي هو صفر فاصلة ستة صفار اربعة صفر مبدئيا حاليا مثلا اللي يبقى يدخل يدخل في هذه المناطق او انه يتريه التصحيح يعني حتى ممكن اذا عطتنا شي مرة ثانية فندخل هنا في هذه المنطقة يعني يستوي تدخل هنا ويستوي تدخل هنا يعني تدخل الحين بواحد بالمية او نسبة بسيطة يعني ثلاثين بالمية يعتمد عليك انت وترى تدخل هنا لما يعطينا انه مباكيد يرد ينزل هنا بس نحط احتمال انه في مجال ينزل وهي الاضمن والافضل لانك تدخل هنا انه يقل الرسك ويقللها لانه عادي انت مجرد ما ينزل شي يصير ينزل يعطيك كسر للأدنى ويعطيك عدد اختبار وينزل فانت هنا تكون دخلت منطقة جريبة وخسارتك تكون بسيطة لكن لو دخلت هنا ونزلت وعدد اختبار وفشل مثلا وفشل نيصعد يرد ينزل هنا بتخسر اكثر والمشكلة انه حتى لو ضرب هنا ورد اوكي يعني معنا هاي يعتبر من اقوى الدعوم لكن نحن نحط دايما انه في مجالنا ممكن ما يرتد من هذا الدعم وهذا الدعم يعتبر دعم جدا قوي وجدا مهم اذا نزل عنه راح نقولنا السيناريو جدا سلبي للعبلة يعني متى بترد فوق ما اعرف صراحة فهذا مبدئين مثل ما قلنا قبل شوي نحتاج اغلاق اعلى المنطقة هذي اسمي المثال اللي هي اللي ترند بعدين يعادت اختبار هنا هذا طبعا طبعا ندري بكم تبعون الهداف عشان نحدد مبدئيا نشوف تذي هدفنا بيكون هدف الخير بس هاي طبعا طبعا كل هداف بيكون هدف اول هني اللي هو اه الصفر فاصلة يعني دخلنا نحين صور فاصل ستة صفار خمسة خمسة هدف ثاني اه صور فاصل ستة صفار خمسة خمسة سبعة هدف ثالث صفر فاصل ستة صفار ستة ثمانية انا ما بيعطيكم الفواصل لان الاهم يعني حاليا الرقم الرئيسي لانه صفار هوايد ستة صفار ستة صفار خمسة او ثمانية خمسة عفوا وهني بتكون هدف قبل اخي صور فاصل ستة صفار تسع ثلاثة اخير بنقول صور فاصل ستة صفار تسع وتسعين يعني حتى قبل الدولار قبل الواحد عفوا فلو كان لو قلنا واحد لان الاغلب يحط على الواحد يعني الاغلب يحط صور فاصلة خمسة صفار واحد فانت تبيع قبله وهو تطلع عرباحك لانه عادي تضرب الواحد وما يبيع فشو بمستفيد انت مو مستفيد شي فانت تطلع لو اقلب كم من فلس بس انت تبيع وهو ما يبيع فانت الكسبان شد انك خلصنا يعطيك العافية وموفجي خير شكرا شكرا شكرا